تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطورات سوق الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية لسيما مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البرصة المصرية رامي الدكاني وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم جهود التطوير وتنمية جميع الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددا على أهمية تنصيق وتكامل الخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري وأشار مدبولي إلى العمل على استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص اشتركوا في القناة